في الحقيقة يا جماعة النهاردة بدي يكون عدة سنة كاملة على الحرب اللي حصلت فيه قطاع غزة الحرب دي كان لها تأثير كبير مش بس على الجانب الفلسطيني ولكن على العالم كله حتى الآن حتى لحظتنا دي احنا مش عارفين نهاية هذه الحرب اللي بدأت حتكون عاملة زي زي النهاردة السنة اللي فاتت يوم 7 أكتوبر بدأت إسرائيل أعنف وأقصى عملية عسكرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد المدنيين العزة ضد المنظمات والمؤسسات الدولية شفنا كتير جدا من المباني الأممية بتتضمر المباني وصلت لغاية دلوقتي حوالي 70% وعملات الإعمار بقولوا حتى لو عادت مرة تانية هتستغرق 20 سنة عشان تعود قطاع غزة زي ما كانت قبل كترة للأسف إسرائيل شنت يعني غرات جوية على قطاع غزة طبعا قدت العشرات الألاف من الوفيات بنتكلم في حوالي المؤشرات بتقول تقريبا 41 ألف شهيد و95 ألف مصاب بنتكلم أضعاف الشهداء من الجرحة والمصابين أطفال ونساء كانوا من هؤلاء المصابين الحرب دي أثرت بشكل كبير جدا على أهل قطاع غزة الوضع الإنساني في الحقيقة بقى صعبي جدا الناس بتعاني نقص من كل حاجة الناس اتهجرت سابت بيوتها وكل شوية قولوا لها يقولوا لهم يجب أن تنزحوا من هذا المكان إلى مكان آخر الناس عندهم نقص تقريبا في كل حاجة أكل مية حتى الأدوية ما فيش حاجة ما تأثرتش بالحرب البنية التحتية ما عادتش موجودة تماما نتكلم من المدارس المستشفيات الكهرباء المستشفيات والمدارس اللي كل شوية بيتم قصفها بيقولوا لهم تقدروا تلجأوا للمدارس والمستشفيات دي وبعدها بيقصفوا هذه البنية كل حاجة بقت متضررة لكن رغم كل ده لسه الناس بتعافر عشان ترجع مرة تانية لحياتها الطبعية وده أكيد اللي احنا بنتمنى صحيح بعد مرور عام كامل على الحرب اللي بدأت فيه السابع من أكتوبر غزة لسه بتعيش أصعب أياما الناس اللي كانوا يعني في الكابوس ده وعملين يتهجروا زي ما قالت بسانت من الشمال للجنوب من الجنوب للشر والدنيا كل شوية مخيمات ينزحوا من مخيم إلى مخيم هذا الكابوس الحقيقي اللي من غير مية ولا كعربة ولا صحة ولا أدوية ما فيه شيوم بيمر عليهم غير لما يفتكروا اللي شفوه اللي خسروا الموت حوالين كل شعب في قطاع غزة في كل مكان البيوت اللي كانت مليانة حياة وكانت مليانة أطفال وكانت مليانة بهجة بقت دلوقتي مجرد أطلال احنا بنتكلم في 70% من البنية التحتية اتدمرت في قطاع غزة الفلسطينيين اللي نجوا من القصف اضطروا حتى الآن يسيبوا بيوتهم ويروحوا للجنوب عشان يحاولوا يلاقوا هناك مخيمات يعيشوا فيها في أمان لكن حتى الآن الظروف كانت أصعب وبتزداد صعوبة نحن نتكلم في أكتر من 40 ألف شهيد حتى الآن وما نعرفش الأيام اللي جاية هتبقى عاملة إزاي بالفعل يعني يعني الوضع ما يتوصفش يعني كمان للأسف العضوان الإسرائيلي يخلى اقتصاد غزة يتهد بالكامل البلد اللي كانت بتحاول أنها تقاوم وتقوم تقف على رجلها مرة تانية دلوقتي بتواجه إنكماش اقتصادي مهول بنتكلم من البنك الدولي بيقول أن اقتصاد غزة تقلس بنسبة 86% في الربع الأول بس من 20-24% وبالطبع يعني مما لا شك فيه إنه في بطالة هو فيه أصلا ما كان ممكن يشتغلوا فيه عشان نقول إنه في نسبة عمال البطالة وصل التناك لمستويات مرعبة فوق 79% أو 80% كل الناس تقريبا عايشة في فقر رهيب إحنا بنشوف الأطفال إن هي بيمشوا عدد كيلومترات كبير جدا عشان يقدروا يوفروا الدقيق بس ليه بقية أسرهم لما تبقى من هذه الأسر في الوقت في المجتمع الدولي كانت فيه ردود أفعاله عجزة تماما عن إدانة أي جرائم من الجرائم الإسرائيلية في القطاع غزة مصر كانت من اللحظة الأولى سند ودعم للأشقاء في فلسطين سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الدعم الإنساني حتى لما حصل فيه أفلم المعبر كانت المساعدات المصرية بتهبط من الطيران المصري بالبراشوتات على أهالي قطاع غزة بتحمل كل ألوان الأكل والطعام والأدوية مصر دايما كتوقفة بجانب أهل فلسطين خصوصا في وقت الأزمات توجهات كتوضحة من القيادة السياسية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد ما بدأت الحرب ومعبر رفح كان بيدخل المساعدات الإنسانية سواء كانت أدوية أو أكل أو مستلزمات طبية التحالف الوطني العمل الأهلي بصراحة كان عامل شغل عالمي يعني إحنا شفنا القوافل المصرية كانت وقفة بطول الشريط الساحلي من معبر رفح لغاية إلى ما شاء الله قوافل ما وقفتش كان بتيجي من كل مكان في مصر بديدخل غزة عشان تخفف عن الناس اللي بيمروا بأيام صعبة جدا حتى التضامن كان واضح تفتكر كويس الراجل بتاع البرتقان اللي رمى البرتقانة وهي شاف القفلة كترايحة القطاع غزة كل الشعب المصري كان واقف في هذا المشهد الجانب السياسي أو القادة المصرية كان بتتحرك على كل المستويات عشان تحاول تهدي الوضع عشان تحاول توصل المساعدات لأهلنا في فلسطين رغم التعنت الإسرائيلي بتحاول حاليا أيضا أن هي تتوصل اتفاق الوقت في إطلاق النار يكون هذا الاتفاق اتفاق دائم ينهي هذه المأساة الإنسانية وفي الوقت المصر والدولة العربية بتحاول أنها تدعم الموقف الفلسطيني المجتمع الدولي واقف عاجز قدام اللي بيحصل مش قادرين أنهم يتصرفوا ولا ياخدوا خطوات جدة قدام الغرور والتعنت الإسرائيلي اللي في الحقيقة بيتمادى كل يوم في عضوانه بتحاول إسرائيل لأنها توسع كمان الصراع في المنطقة احنا النهار دا بنشوف مش بس غزة لبنان كمان تضررت بشكل كبير جدا جدا جراء الغرورات الإسرائيلية عليها تقريبا كل يوم على الجنوب ودي حاجة بتبين قد ايه فيه صمت عالمي مخيف الناس بتموت المباني بتنهار والمجتمع الدولي عاجز حتى عن إصدار قرارات ملزمة لوقف العنف وإطلاق النار الصمت دا بيدي إسرائيل فرصة أن هي تكمل حربها بدون أي حساب النهار دا احنا في حلقاتنا هنرصد مع بعض تفاصيل كتير عن هذه التطورات في الحرب سواء على غزة أو لبنان في وقت اندلعها منذ وقت اندلعها حتى يومنا هذا مرة تانية بنصبح لحضراتكم وأهلا بيكم في صباح الخير يا مصر